القصة سامي وحكاية الفصل الساحر في إحدى البلدات الصغيرة عاش طفل يدعى سامي كان سامي طفلا ذكيا وفضوليا ولكن ما جعله مميزا هو حبه الكبير للمدرسة كان يستيقظ باكرا كل صباح وهو يترقب بفارغ الصبر لحظة الذهاب إلى المدرسة في أحد الأيام عثر سامي على كتاب قديم في مكتبة جده كان الكتاب يتحدث عن الفصل الساحر مكان تجتمع فيه الحكاية والأحلام وتنبعث منه الإلهام لم يستطع سامي مقاومة فضوله وبدأ في قراءة الكتاب كلما تقدم في القراءة زاد حماسه وتخيله كان يتخيل نفسه داخل هذا الفصل الساحر حيث تحدثت الحروف والأرقام والأشكال بألوان جميلة وأصوات هادئة وكل يوم تزداد حبه للمدرسة ويتقدم في دراسته بسرعة أصبح سامي مصدر إلهام لزمنائه في الفصل تبادل الأحاديث عن حكاية الفصل الساحر وأصبحوا يشعرون بالحماس نحو التعلم والاستكشاف كانوا يبحثون عن الجوانب الساحرة في كل مدة وكانوا ينظرون إلى الدروس كفرص للمغامرة والاكتشاف في أحد الأيام قرر المعلم أن يحتفل بإنجازات الطلاب أعد الفصل لحفل صغير وتم توزيع الشهادات والميدليات على الأطفال وعندما وصل دور سامي ألقى المعلم نظرة فخر وامتنان وقال سامي أنت مثال للإلهام لنا جميعا إن حبك للتعلم والمدرسة هو كنز لا يقدر بثمن بعد سنوات عديدة أصبح سامي عالما كبيرا ومشهورا وما زال يتذكر ذلك اليوم والفصل الساحر الذي غير حياته وكلما سئل عن سر نجاحه يجيب دائما بابتسامه الحب الذي أولهته المدرسة والتعلم هو سر نجاحه وهكذا استمرت حكاية سامي والفصل الساحر في أن تلهم الأجيال الجديدة وتذكرهم بأن الحب للتعلم هو المفتاح لتحقيق الأحلام والنجاح في الحياة اشتركوا في القناة